الأستاذة قادة طبعاً بتحب تأكل من إيد مامتها طبعاً أحلى أكل طبعاً إيه الأكل اللي هي تعلمتها من إيد مامتها ولازم تعملها بكل تفاصيلها اتعلمت منها حبيبتي كل الأكل اللي هو المصري يعني هي بقى يعني أنا عملت نظرية عكس النظرية اللي أنا تعلمتها كلها يعني حلت محشي دي عايز وقت محشي طبعاً عايز وقت طويل بس والله يعني مع لما تحضر الحاجات مثلاً وتعمله وتتعود عليه ببسها بس مثلاً المحشي ده طبعاً الماكرون الباشاميل الحمام المحشي الرؤاء اللي هي الحاجات بقى الأكلات المصرية الأصيلة البامية أنا من محبي البامية جداً بامية باللحمة الضاني اللحمة الضاني في برام مثلاً في الفرد كل الأكلات بقى اللي هي الأصيلة السمك طبعاً بكل أنواعه حبقوا يعمل السنجاري المفتوح اللي هو بالزيت في الجنباري مثلاً أو أكل السمك فيها مثلا سنجيري فيها مثلا جنباري بحب جدا جنباري عمله الكاليماري مثلا عمله طواجن الجنباري بعمله ساعات بالمكارونا لو هو أقبل وحده يعني دي منه نص ساعة على فك شطرة في عمال السمك نادر لما تلاقي ست بيت تحب تعمل السمك في البيت أنا بحب السمك أصلا يعني أنا بحب السمك ومش تقليدي بحب السمك المقلي بحب السمك يعني حب مثلا عمل فليهات أحب أعمل سالمون فلي مثلا مع بطاطس شطرة في المطبخ الجنبري بالمكارونة طيب أنا دلوقتي أعمل المكارونة بالويت سوس لا شطرة في المطبخ أنا بقول لحضرتك فيه كده ناس بيباني عليها أنها بتحب المطبخ بحاول بحاول قوليلي أنا بعمل دلوقتي المكارونة بالويت سوس بحمره بصلة نعمة نشوف الميادير على الشاشة بصلة نعمة تومة نعمة ببدأ حمرهم كده على النار بمكعب زبدة وشوية زيت يعني عشان الزبدة ما تتحرقش تقوم البصلية تاخد لون مع الدقيق وزعتر ومالح وفلفل وكريمة لباني وشوية حليب والمكارونة اللي بنا عندنا بتتسلق في مية وزيت زيتون وشوية ملح تماما وليه المكارونة ممكن تتسلق في مية مغلية ولا مية عادية المكارونة بغليها يعني بغلي مية بس ومالح يعني ساعات ما بحبش حط زيت بحب بقى تخش مع المكونات حال وبالزيت مثلا لو بعملها بحاجة يعني مثلا الصوص مش مش صوص احمر بس او ابيض او كم طيب حضركت تحبت ساعدينها في المطلق اه طبعا طبعا ميش انت بتحب تعمل يا حضرتك احنا اه 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 انا عمل شيش تاوق مع بعض هنعمل شيش تاوق انا علي قطع لحضرتك الفراخ ميش والحاجة وحضرتك ايه معنا سياخ خشب كده شوفت انا حطت للسياخ خشب في مية عشان السيخ الخشب مايتحرقش بسرعة هم طبعا انا عايز حضرتك تتبي ليه لي بقى الشيش تاوق انا علي يديك الفراخ المطلطة انا بحب قوي اللي يكون دايما في البيت الزعتر الفراش والريحان اه والروزماري قالوا لي فعشان كده انا مجازة دول بيعملوا بقى طعم اه حلو قوي في الاكل وبعدين الحاجة طبعا بنشفهم برضو يعني ساعات بنشفهم واحتفظ بيهم اه بس كل ما لقيتهم في السوبر ماركت فراش بيبوا حلوين جدا لانه الريحان كمان لما بيتحط على المكرونة اللي هي اللصوص الاحمر اه حلوة جدا امم كل الفليفر بتاع العشاب زا كان زعتر روزماري ريحان حبق انا هابدأ بايه بالفراخ انا عشان مش بتعودة كمان على بصراحة يعني اه مواروش اشتغل اه لا اعتبر انك توقف في المرضى بس مش نص ساعة بقى البرنامج بتاعنا ساعة زمن هنبدأ بالايه طب نقطع البصل وكده طب نقطع الفراخ استاني بس احط شوية هنا شوية ايه احنا محتاجين مياه كده الحمد لله اخذها الله 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 اه 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 خلاص كده خدت من مية سلق المكرونة بالشكل ده كده اه شفت الوايد سوس لنا معايا ازاي اه بيتقلق بحط عليه شوية حليب كده حليب غير الكريمة اللباني غير الكريمة اللباني اه كده الوايد سوس بتاع خلص خد البصلية خد التومة اه وفي الاخر بحط الكريمة اللباني مع شوية الزعتر عندك ريحان فرش اهلا وسهلا عندك شوية مشروم اهلا وسهلا صدر فرخة متقطعة مسلوء في التلاجة اهلا وسهلا مع المكرونة برضو مع المكرونة حلوة المكرونة بقى مدرسة المغازي لازم المكرونة تتسلق نص سوى تكمل سواها جوه قلدانت اي رأيك انا بحب القلدانت اصلا حتى المكرونة بتاخد طعم السوس بالضبط طب تمام يعني ايا مثلا لو 8 دقيق يعني هي العشر دقيق بخليها 8 لا يعني بس حسب نوع المكرونة يعني في مكرونات بتاخد تسوية اه وفي مكرونات لا كده انت سبتني اشغلت بالتليفون وما قلت ليش في بقدونس نازل وفي زعتر وفي كذا حاجة كده يعني انا حبيت استفيد بالمية بتاعت سلق المكرونة انها بتدي تست وكوام بالضبط وخدت المكرونة الدنت زي بحضرتك قلت وحطناها تكمل سواها مع علية السوس وخلاص هي استوت كده زي الفل ونقدمها بألفان وشهر حبة جبنا اهل المساهم بحية جبنا بقى على في التقديم يعني خليها في طبق التقديم زي طلينا كده اه بالضبط زي البرمجان اه بشر كده على الطبق وخلاص ولازم تبقبق كده زي الفل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ومعنا طبعا نجمتنا المتعلقة دايما على ششة القناة الأولى في تقديم النشرة الإخبارية والفضايا المصرية الأستاذة آدة إبراهيم منوران استيكوالي مرسي يا شيف ريحة المكارونة مش هينفع كده في السيوم ريحة المكارونة تحفى وحياة ربنا تجنى واعلم النص سيعة اهو شفت بقى النظرية بتاعتي طلعت صح المكارونة يا جماعة يعني ريحة الريحان والزعتر والبقدونس والحاجات اللي فيها حلو قوي وكمان الهلبينو ده رشة مزاجك بس بحس انه لما بتتعامل الأكل بمزاج بيبقى الموضوع مختلف طبعا واحد لما يبقى فاضي كده اه بيبقى فاضي ويعمل الأكل بيبقى احساس بيروأ وبيطلع الدماغ بقى يخرجك من اي موضوع بقى ايوه خرجك من اي موضوع او اي حاجة شرلية خاصة لو بتحب المطبخ بالزبط بالزبط طيب